قريب بقول من؟ ليس بقول الجويني والرازي وابن فورك والغزالي والنووي وابن حجر والصيوطي لا 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 بقول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله على الجميع الذي لم يكفِّل أشاعر وأثنى عليهم في مواضع وإن ذمَّهم طبعاً وسبَّهم سبَّاً بذيئاً في مواضع كوصفه إياهم بأنهم معذرةً أن أقول هذا على منبر رسول الله لكن هذا طريقة علمائية للأسف هذا تُراثُكَ خُدهُ هو هكذا وتنقَّ منه وينبغي أن تتنقَّ وأن تتوقَّ تنقَّ وتوقَّ وإلا هلكت وأهلكت وضللت وأضللت مخانيث المعتزلة كما أن المعتزلة مخانيث الجهمية المعطلة مخانيث تصد في جالات الإسلام من كبار أعمَّة هذه الأمة كأبي بكر الباقلاني والفخر الرازي والحجَّ الغزالي وأبي الحسن الباهلي وأبي ذر الهروي ليس أبو عبد الله أبو ذر تلميذ الباقلاني وأمثال هؤلاء بأنهم مخانيث المعتزلة كلمة عيبة هذه عيبة كبيرة جداً جداً غير لاقة ليس في مكانها مطلقاً يا شيخ هو هكذا أضلَّ لهم في مسائل لكن أثنى عليهم وقطع بأنهم من أهل الإسلام ولهم فضل ولهم التقاء بأهل السنة في أشياء كثيرة ونقل عن الحافظ أبي القاسم ابن عساكر أنه قال وإلى ما قبل فتنة ابن القشيري كان الحنابلة والأشاعرة متوالفين متفقين متعاونين يسعد بعضهم بعضاً في نصرة الدين إلى أن ثارت فتنة ابن القشيري أبي نصر ابن الشيخ عبد الكريم ابن هوازن القشيري صاحب الرسالة هذا ابنه أحد أبنائي سبعة وأنبلهم وأشهرهم